السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وإذا الفيديو سوف يكون خبر صار لكل مستخدمي ناواتي في الردمين 9 حيث أن الجهاز اليوم وصله تحديد أو واجهات الـ MIUI 12.5 لكن في هذا الفيديو سوف نرى ما هو من الأشخاص الذين سوف يصلهم التحديد وكذلك سوف نرى ما هي النسخ التي وصلها التحديد فطبعا إذا كنت تستخدم هذا الجهاز فمهم جدا أن تكمل الفيديو لأخري ولا تنسى دعم الفيديو بزرع لايك يصل لك بعد ذلك من الناس اشترك دعمتكم مشترك وقومت فيه الخاصية الجرس لأنني أريد الوصول إلى 50 ألف مشترك في قرب وقت وبدأنا نكلم كثير هاي بنا نبدأ وأخيرا كما قلنا تحديد الـ MIUI 12.5 أخيرا وصل لجهاز الردمين 9 لكن وصل فقط للمسجلين في فريق تجربة التحديدات طبعا وصل هذا التحديد لجهاز الردمين 9 النسخة العالمية فطبعا إذا كنت مسجل في فريق تجربة التحديدات فطبعا التحديد سوف يكون قد وصلك ومبروك كل المميزات الخاصة بالـ MIUI 12.5 أما بالنسبة إذا لم تكن مشترك في فريق تجربة التحديدات هل سوف يصلك التحديد أم لن يصلك التحديد فبكل تأكيد التحديد سوف يصلك لكن سوف يصلك متأخر قليلا في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة فطبعا إذا لم تكن مسجل في فريق تجربة التحديدات فما عليك سوى الانتظار وعمر ممتاز أن نرى تحديد الـ MIUI 12.5 على أجهزة فيها الفعالي الاقتصادية وخصوصا جهاز مثل الردمين 9 الذي يعتبر لحد الآن من أفضل الأجهزة التي نزلت في فهاتها السعرية فعموما إذا لم تكن مسجل في فريق تجربة التحديدات فالتحديد كما قلنا سوف يصلك في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة وإذا كنت تريد التعرف على المميزات الخاصة بهذه الواجهة أو حتى مميزات مخفية بهذه الواجهة فطبعا سوف تجدوها في القناة سوف يظهر لك الآن الفيديو في الآية التي سوف يظهر لك الآن يمكن لكم مشاهدة كل المميزات الخاصة بهذه الواجهة قبل التحديد إلى MIUI 12.5 فعوما هذا كل مكان في هذا الفيديو قولي لكم أفكركم في التعليقات وإذا كنت لديك أي سؤال أكتبوا في التعليقات وطبعا تدعم الفيديو بزر اللايك الشركة دامتكم مشتركة وقمت في الخاصية الجرس يصلك إشارة كل الفيديوهات القادمة أول بأول واركم في فيديو قادم بالسلام ترجمة نانسي قنقر